مصار طويل حافل بالإرهاب بدأ من عقد تسعينات إلى غاية اليوم ذاك هو ملخص سيرة مختار بر المختار أشهر قيادة تنظيمة الإرهابية الجزائرية ولد مسعود عبدالقادر الشهير بلقب الأعور في مدينة غردايا بالجزائر سنة 1972 ميولاته المتطرفة ظهرت في فترات الشباب حيث دفعوا حماسه إلى الهجرة نحو أفغان السان هناك تدرب وقاتل ذي النصف في تنظيم القاعدة وهو لم يتجاوز العشرين عاما عاد بعد ذلك إلى الجزائر بعين واحدة فقدها في ساحة المعارك التي اكتسب فيها خبرة كبيرة في عالم التنظيمة الإرهابية خبرة سرعان ما أهلته إلى أن يصبح رقما مهما في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي تحول بعد ذلك إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لم يصمر بالمختار طويلا في فرع القاعدة الجزائرية بسبب خلافة عميقة مع زعيم التنظيم ليشرع في مغامرة جديدة حيث أسس كتيبة أطلق عليها الموقعون بالدم نفذت هذه الكتيبة أحد أعنف هجماتها الدموية بالسهدفها منشأة لإنتاج الغاز بعين أمناس وخلفت هذه العملية عشرات القتلى في صفوف العمال الأجانب ليس طراب الجزائر وحده من كان هدف هذه الهجمات حيث ينسب إلى هذا التنظيم تنفيذ عمليات ضد الجيش الموريطاني والنيجيري الغموض ظل يلف مصار مختار بالمختار الملقب بالأعوار بسبب أنباء عن مقتله في مناسبة عديدة كان آخرها خبر مصرعه في غارة أمريكية في ليبيا وسط هذا المصار الطويل ظلت سيلة كثيرة تطرح حول علاقات بالمختار السرية لعل أبرز ذلك العلاقات الأنباء التي تتحدث عن وجود علاقات تعاون وثيقة بينه وبين السلطة الجزائرية بغية ضرب المصالح المغربية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر